السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغلب انزمة الزكاء الاصناعي وخصوصا انزمة معالجة اللغة العربية او مواقع الشات زي الشات او كده بيقولك انت ليك عدد معين من التوكن يعني بعد فترة يقولك انت الراسل بتاع خلص النهاردة او الخلص الشهاردة. هو ايه التوكن? التوكن دوت وحدة كياس او جزء اساسي من انزمة معالجة اللغة الطبيعية الان اللي بيو الزكاء الاصناعي. بيقسم النصوص الكبيرة الاجزاء اصغر اسمها توكن. ممكن تكون التوكن دي كلمات فردية او احرف او اجزاء من الكلمات. بناء على التوكنيزر اللي بيقسم الكلام بشكل اللي هو عيزه. يعني على سبيل المثال شات جي بي تي مسلا. لما ادته الجملة دي قال ان هما واحد ستين توكن. عدل حرف تلتمية تلعات راشية. اعتبر ليرن توكن وابوت وها كزا. مسلا كلمة اعتبر الكمة اس دي توكن لوحديها. فبدا يحسبها اللي بالشكل دوت. ممكن تلاقي نظام تاني. اللي هو سري مسلا. حسب هم لها ان هما واحد وستين توكن. فهو بيقسم لي. فانت ممكن يكون ما يقولكش انت خلصت كم توكن. لكن هو بيحسب لك عدد معين وبعد كده يقول لك لا خلصت رصدك خلص النهاردة. طب بناعة كم كلمة او كم جملة. لا هو بش بيقسمها كده. هو بيقسمها حسب التوكن. ده الخاص بي اوبن اي اي اي. دي صفحة بتاعته اللي هو بيبدأ يحسب لي من خلالها. هسيب لك رواب بتاعها عساس لو انت عندك اي جملة معينة تقدر ان انت تحطها هنا. وتعرف هي كام توكن. طبعا ممكن ممكن موقع اخرى يبقى لها طريقة معينة مختلفة في الحساب. لكن شجي بيتيه تقريبا مع سمام لخمسة تين. في مواقع تانية ممكن تكون اكتر اهل وهكذا.